نحن الآن في حي الحصد تحديدا في هذه المنطقة التي سيطر عليها الجيش الوطني المسنود بأفراد المقاومة الشعبية هنا كما ترون هذه هي متارس الميليشيات التي كانت تستهدف منها المدنيين وأفراد المقاومة في ذلك الاتجاه سيطرت المقاومة الشعبية والجيش الوطني على هذه المنطقة بعد معارك محتدمة منذ الصباح الباكر وحتى وقت الظاهرة مشطت المقاومة والجيش الوطني كل هذه المباني التي أمامكم وغنمت العديد من الأسلحة الخفيفة يقول الرجال المقاومة بأن هذه المنطقة كانت ملغمة بالكامل معنا أحد أفراد المقاومة يحدثنا عن هذا وصلنا لوقت هكوم حقنا وصلنا للمنطقة هذه إلى غرفة العملية التحكم ووقدنا فيها أحد الحوثيين وتمقت له ووقدنا أن الشبكة مزروعة لـ 12 مبناء كلها مزروعة عبوة ناسفة وألغام شرز الانفقار وتمف التفكيكة والحب الحمد لله شكرا لك كما ترون في الصورة هذه جثة من كان يتحكم بحسب أفراد المقاومة بغرفة العمليات هذه كما لذات الميليشيا بالفرار مخلفة وراءها العديد من القتلى والجرحة ننوه كذلك أن المقاومة الشعبية سيطرت على العديد من المباني الاستراتيجية ووصلت حتى تقاطع شارع غزة الذي يربط خط المرور بوادي الدحي الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع من جهة الحصب ننوه ختاما إلى أن المعارك لا تزال محتجمة على أسوار مصانع هزا عطاها بين أفراد المقاومة الشعبية ورجال الجيش من جهة وقوات المخلوع وميليشيا الحوثي من جهة أخرى أنيسة العلواني قناة بلقيس تعز الله أكبر والله الحمد